يمر السودان بأزمة دقيقة تهدد مستقبله وحاضرة في ظل مواجهة عسكرية المنتصر بها خاسر وتسببت هذه المواجهة العسكرية في حالة من الفوضى والسيولة في الشارع وهو من عكس على المعلومات ومصادر البيانات كما ظهر فيما تردد عن استجهاد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان فما حقيقة الوضع في الخرطوم نفى السفير المصرية في الخرطوم هاني صلاح استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصري في السودان كما تم تداوله عبر بيانات إعلامية أصدرت السفرة المصرية بيانا عاجلا للرد على ما تناولته وكالات الأنباء جاء في البيانة المصرية اتصالا بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم أكد السفير المصرية في الخرطوم هاني صلاح لأن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع أكد السفير على استمرار البعثة والمكاتب الفني المصرية في القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أكد أنه في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تم إجلاء أمس الأحد 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري ذلك بالتنصيق مع السلطات السودانية وأكد أيضا أن السفر المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة مستمرون في التنصيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم اتباعا حيث بدأت الحكومة المصرية إجراءات إجلاء المواطنين من المناطق الآمنة بالسودان وذلك بالتنصيق مع السلطات السودانية وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد أكد على أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة ألاف مثل الحالة المصرية تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة وضقة عملية الإجلاء خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر أكشف أبو زيد أن أحد أعضاء السفار المصرية أصيب إثر تعرضه لاستهداف الناري بالفعل وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامة مواطنين وأعضاء بعثاتنا في السودان وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية أوضح المتحدث باسم الخارجية أن العقيدة ومثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسية المصرية تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة ضرب مثلا على ذلك بما حدث مؤخرا في دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا قائلا نجحت سفاراتنا في إتمام عملية الإجلاء الأمن للجالية المصرية فيها ومنذ نحو أكثر من أسبوع تدور مواجهات عسكرية قوية بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات حول عملية الدمج وهي الخلافات التي أدت إلى تأجيل توقيع على اتفاق لنقل السلطة إلى المدنيين والذي كان مقرر لها الأول من أبريل ذا وتسببت هذه المواجهات العسكرية في أزمة إنسانية وأمني كبيرة على أثرها سقط المئات من الضخايا كما هرعت سفارات العالم إلى إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان في ظل وضع أمني غير مستقر مع استمرار المواجهات العسكرية منذ أكثر من أسبوع دون توقف بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى هنا نصر المشاهدين إلى ختام التغطية شكرا لكم على المتابعة في أمان الله